اخطر 30 دقيقة في وفاة ملكة جمال برازيلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الاعزاء وفاة مأساوية لملكة جمال برازيلية وذلك بعد ازالة اللوزتين نزيف المخ وأزمة قلبية حد بعد عملية لازالة اللوز قد يبدو هذا الكلام غير منطقي في مقابل معرفة الكسيرين بأن استئصال اللوز عملية بسيطة في عمومها لكن وقعت وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا بعد عملية جراحية لازالتها اللوز اصارت العديد من المخاوف بشأن حدوث مخاطر صحية متعلقة بمثل تلك النوعية من الجراحات التي قد تؤدي الى الوفاة بخاصة مؤخرة الحلق تعد جزء اصيل من جهاز المناعة في جسم الانسان إن لله وإن إليه الراجعون وبحسب ما نشرته الأكاديمية لطب الأنف والأذن والحنجرة فإن من الممكن أن يؤدي انسداد المسالك الهوائية إلى انخفاض مستويات الأكسجين مما قد يضر بالدماغ إن لله وإن إليه الراجعون حالات الوفاة نادرة للغاية في عملية استقصال اللوز واللحمية والتي تستغرق حوالي 30 دقيقة إلى ساعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعددت الأسباب والموت واحد جليسي كوريا ملكة جمال البرازيلة السابقة توفيت عن عمر نهز السبع وعشرون عام بعد إصابتها بنزيف في المخ وأزمة قلبية بسبب عملية لإزالة اللوز وتقدمت أسرتها بشكوى بسبب الإهمال الطبي أعزاء المتابعين وكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته